اشتركوا في القناة نبارك لكم أيها الأحبة ونبارك لمولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وحفيذه الإمام الصادق عليه السلام أعادنا الله وإياكم على مثل هذه المناسبة في حال أحسن من هذا الحال أيها الأحبة خير ما نفتتح به هذا الحفل المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ عقيل جلال الحمد فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقاه إلا تذكرة لمن يخشاه تنزيلا من الأرض السماوات العلاة أو رحمن على العرش استوى له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على الناي هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيوتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخفج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنذيك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فلعون إنه طغى قال رب شرح لي صدي ويسل لي أمذي وحلو العقدة من لساني وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرْوَةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنْ قُذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذُهُ يَأْخُذُهُ وَعَدُولِّي وَعَدُولَّهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَاجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِيَنَةٌ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعَتُكَ لِنَفْسِهِ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكي اذهب إلى فرعون إنه طغى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأراه فأتيه فقولا إنا رسولا ربك فأنسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى صدق الله العلي العظيم أفلح من يصل على النبي الكريم وآله الطاهرين وآله الطاهرين وآله الطاهرين نتقدم بالشكر الجزيل إلى القارئ عقيل جلال الحمد أثابك الله وحشرنا وحشرك مع القرآن يوم القيامة نبارك لكم أحبتي مرة أخرى بهذه المناسبة العطرة أعادنا الله وإياكم في حال أحسن من هذا الحال أول شيء بس ملاحظة حبايبي الشباب هنا حلاوة حاولوا تخلصون شويلة احتفال هنا لا تأكلون حلاوة شباب بسم الله الرحمن الرحيم كثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبحت مهجورة بل أكثر المسلمين استبدلها بما هو أدنى منها قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فلابد لمن أراد الهجرة إلى ربه تعالى أن يتخلق بأخلاق الله ورسوله وسنن النبيين والصالحين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها فكلما ازدارت أخلاق المر كلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر وعليه فلابد من معرفة بعض أخلاقه صلى الله عليه وآله وسننه ونذكر منها ما يلي كان يبادر إلى التحية كان يبادر إلى من لقيه بالسلام والتحية لأن السلام قبل الكلام وهو علامة التواضع تواضع وللبادئ بالسلام تسعة وستون حسنة وللراد واحدة جل ضحكه التبسم فلا يقهقه ولا يرفع صوته كما يفعل أهل الغفلة يتفقد أصحابه لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر كالاستغفار والتهليل والدعاء فإنها كفارة المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك فهو أقرب إلى التواضع وأبعد عن هوى النفس يترك ما لا يعنيه فلا يتدخل أو يقحم نفسه فيما ليس له لا يقطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه يساوي في النظر والاستماع للناس هذه بعض أخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يبكي حتى يبتل مصلاه خشية من الله عز وجل من غير جرم يتوب إلى الله تعالى في كل يوم سبعين مرة فيقول أتوب إلى الله كان صلى الله عليه وآله يجالس الفقراء ويآكل المساكين ويصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم ما أكل متكئا قط حتى فارق الدنيا تواضعا لربه إذا أكل أكل مما يليه وإذا شرب ثلاثة أنفاس فيشرب أولا ثم يحمد الله تعالى ويتنفس يفعل ذلك ثلاث مرات إذا حدث بحديث تبسم في حديثه أكثر ما يجلس تجاه القبلة إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه فإذا كان غائبا دعا له وإن كان شاهدا زاره وإن كان مريضا عاده يدعو الجميع بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم ويكني من لاكن يتله يخرج بعد طلوع الشمس لأن الجلوس للتعبد والدعاء والذكر بين الطلوعين أفضل من طلب الرزق إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه إليه حين يدخل قد قعد عند أول مكان يجد من طرف دخوله هذه بعض سنن أخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأما أولى فقراتنا فنستقبل الكلمة الافتتاحية للطالب في هيئة العدل منتظر للتعليم الديني السيد رضى السيد أمين فاستقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين نبارك للأمة الإسلامية جمعاء والحضور الكريم ذكرى ولادة منخذ البشرية حبيب الله والسراج المنير أبي قاسم محمد وحفيده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيها المبعوث الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور يا شمسا تنير بالعقول على مر الدهور كلما مر الذكرى كولدت روحك في أنفسنا من جديد تربى يتيما لكنه كان معلما للآداب في كل شيء وهي الآداب الذي أثبت العلم والتربية الحديثة أهميتها وصحتها فيجب علينا الاعتزام بها مثل أدبه في الطعام والحديث وتربية الأبناء والمجالس كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم كان كلامه مفصل وكان يتأنى في إلقائه حتى يفهم السامعون ويعوه وكان لا يتكلم بغير حاجة ولا يتدخل في ما لا يعنيه كان يقبل على محدثه ويصري إليه بوجه باش ونفس منفتحه وهو القائل إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وأنما يسعهم منكم بصط الوجه وحسن الخلق أما في الطعام فكان يحتني بالنظافة قبل الطعام وبعده ويبدأ طعامه بالتسمع ويأكل بيده اليمنى كان متواضعا أبا يمتلق قلبه بالمحبة والحنان للجميع وينصح ويعلم بشفقة وهدوء فإذا كنا مسلمين حقا فعلينا الالتزام بهذه الآداب المحمدية والسلام عليكم ورحمة الله نشكر الشبل العزيز سيد رضا ونتمنى له مستقبل ظاهر وردت عدة روايات في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله نذكر منها قال النبي صلى الله عليه وآله أكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي وعنه صلى الله عليه وآله إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلق فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة لا يصلي علي أحد صلاة إلا سماه بإسمه وإسم أبيه وقال يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان وقد ضمن لي ربي تبارك وتعالى أنه أرد عليه بكل صلاة عشرا وعنه صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد شقي وعنه صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فخطأ الصلاة علي خطأ طريق الجنة وعنه صلى الله عليه وآله وعنه صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلي علي وعنه صلى الله عليه وآله من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أما الآن نستقبل الطفل الآخر سيد حسين سيد مرتضى فاستقبلوه بالصلاة على محمد وعالي محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم صلى على محمد وآل محمد ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفين بعد وفاة أبيه وقد رعته أمه آمنة فأحسنت رعايته وبقي عندها إلى أنصار عمره ست سنوات ثم كفله جد عبد المطلب إلى أنصار عمره ثمان سنوات وبعدها كفله عمه أبو طالب كان أبو طالب قليل المال وكثير العيال وكان يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويفضله على أبناه وقد أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه كثيراً ورغب في مساعدته فماذا عمال؟ لقد رعى الأغنام لأهل مكة بأجر وكان يحرص على تلك الأغنام ويهتم بها فأحبه أهل مكة وتكلموا عن سرقه وأمانته وأخلاصه في عمله فبماذا اشتغل أيضاً؟ كان في مكة أمرأة فاضلة اسمها خديجة بالتخويل وكانت صاحبة تجارة وقد سمعت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلبت منه أن يشتغل في تجارتها فقبل صلى الله عليه وآله وسلم وسافر بتجارتها إلى الشام وقد صاحبه في هذه الرحلة خادم السيدة خديجة رضي الله عنها واسمه ميسرة عاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه التجارة بربح كثير وعاد ميسرة يتحدث بما شاهده من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيزداد أهل مكة حبا له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته نشكر السيد حسين سيد مرتضى ونسأل الله له التوفيق أيضا من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وهي كثيرة وحري بنا كأتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن نتبع أخلاقه وأن نتخلق بأخلاقه كان يبكي حتى يبتل مصلاه خشية من الله عز وجل من غير جرن يتوب إلى الله تعالى في كل يوم سبعين مرة يقلم أظافره ويقص شاربيه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة لا يعرض له طيب إلا تطيب إذا أحزنه أمر لجأ إلى الصلاة وكان يحب الخلوة بنفسه للذكر والتفكر والتأمل ومراجعة أمره يهيئ ماء وضوئه بنفسه لقيامه وتهجده في الليل لا يطلب ذلك من أحد يقوم صلى الله عليه وآله بأعمال أزواجه معينا لهم في شؤونهم ويقطع اللحم لا يثبت بصره في وجه أحد محدقا به حتى يأمن ويستأنس لا يجلس صلى الله عليه وآله أو لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خطف صلاته وأقبل عليه وقال ألك حاجة كان صلى الله عليه وآله في الرضا والغضب لا يقول إلا حقا إذا دخل المنزل توضى ثم يصلي ركعتين يوجز فيهما ثم يأوي إلى فراشه وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره إذا استيقظ من النوم خر لله ساجدا يتوضى عند النوم ويتوسد اليمين ويسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين ويستقبل القبل بالوجه ويقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي قال صلى الله عليه وآله من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنة التزويج كان صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان يأكل على الحضيض له القرار من الأرض وينام على الحضيض ما قدم له طعام فيه تمر إلا بدأ به يحمد الله بين كل لقمتين أما الآن يعني أعتقد عندنا سحوبات إذا نستغل للوقت بما أن السيدة حيما وصل مية وثلاثة واربعين مية وثلاثة واربعين صلوا على محمد وآله محمد وزعوا من بداية ظاهر ماذي خلاص الأرقاء؟ وصلوا على محمد وآله محمد وآله محمد اشتركوا في القناة مئة وواحد وثلاثين واحد ثلاثة واحد خلاص اخر نداء اتحب غيره مئة وثلاثة وثلاثين واحد ثلاثة اه السيد خلاص هذا اخر رقم الحين مئة وواحد واربعين واحد اربعة واحد مئة وواحد واربعين يا الله خليجي صلوا على محمد وآل محمد اما الان نستقبل او صلوا على محمد وآل محمد محمد الفقرة التالية هي إنشودة لفرقة أنصار الحسين فاستقبلون بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر 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 عدل الكتاب فصل الخطاب نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طهى يا رسول الله قلنا لك هذنى لا تبعد عنها قلنا لك منا طهى يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله شعال الدنيا كالفرقات بستانا في الأرض وورد يمتد على الأرض ويمتاد يلبس روح الكوني خذ بالأرواح إلى روحك تخشع في أيام خروحك أرسل لكوفان بنوحك لو طالب بالعوني طهى شمعة أحلامي طهى يا معنى كلامي طهى في الأعلى سامي طهى يا رسول الله طهى شمعة أحلامي طهى يا معنى كلامي طهى في الأعلى سامي طهى يا رسول الله 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 حسن الجميع يا سامعين صلوا عليه وآله نشكركم أحبتي على هذا الأداء الرائع وأثابكم الله إشارة بسيطة لآية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العلي العظيم هذه الآية تستحق البحث والمتابعة أمرين بسيطين فقط وهي مشروعية الزيارة للرسول الأعظم وأهل البيت عليهم السلام ولأولياء الله الصالحين نستطيع أن نأخذها من هذه الآية الكريمة لأنه لا محذورة في شد الرحال إلى النبي والآية مطلقة تدل على وجوب المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وآله حيا أو ميتا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما والإشارة الأخرى جاءوك تدل على أن المجيء إنما هو للرسول لا لشيء آخر بحيث يكون المجيء للرسول صلى الله عليه وآله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية تحتاج إلى بحث وعلى الأحبة إذا أحبوا الاطلاع في التفاصيل الكريمة إعلان من جمعية المرخ الخيرية تعلن لجنة جمعية المرخ الخيرية الإجتماعية عن إقامة المحاضرة الأسرية بعنوان هل تحب أن تكون سعيدا في حياتك الزوجية مع المربي الفاضل سماحة الشيخ شاكر الفردان ليلة الخميس 22 يناير ليلة الخميس القادمة الساعة السابعة والنصف المكان مأتم المرخ ويوجد مكان خاص للنساء أما الآن نستقبل ضيف القرية سماحة السيد مجيد المشعل فاستقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد استغلالاً لوجود سماحته نكرم فرقة الأنصار أنصار الحسين من البلاد القديم فيتفضل أحد من الفرقة صلوا على محمد وآل محمد نشكركم ورحم الله والديكم بس قبل أن نبدأ كلمة سيد شباب هني حبايبي صغار صلوا على محمد وآل محمد 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة والطهرهم تطيرا السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين نعيش هذه الأيام ذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى مولد الإمام الصادق عليه السلام وسبوع الوحدة وموسم الوحدة الإسلامية وبهذه المناسبة العطرة وهذه المناسبات الطيبة نرفع التهاني والتبريكات إلى مولانا الإمام الحج جعل جلال الله تعالى فرجه الشريف وإلى فقهاء الأمة ومراجعها ولأبناء الأمة الإسلامية ولكم أيها المؤمنون الكرام من أتباع أهل البيت عليهما فضل الصلاة والسلام وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبات والذكريات محطات عطاء وعزة وكرامة وشموخ للإسلام والمسلمين إن شاء الله في رحاب هذه الذكرى أريد أن أتحدث عن عنوانين عنوانين يرتبطان بالذكرى وبالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله العنوان الأول حول القيادة الإسلامية والعنوان الآخر حول الوحدة الإسلامية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو قائد الأمة وزعيمها وإمام المسلمين الأول وعلى جميع المسلمين قاطبة أن يأتموا به وأن يتخذوا منه إماما وقائدا حيث أن الله سبحانه وتعالى جعله قائدا للأمة وإماما لها ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الموقع للرسول صلى الله عليه وآله إلا بعد أن أهله وصنعه بيده وصنعه على عينه سبحانه وتعالى حتى بلغ المراتب العالية من الكمال والجمال ثم بعد ذلك جعله إماما للأمة وقائدا لها هنا أقرأ لكم رواية جميلة وأعلق عليها قليلا ثم أنتقل إلى المحور الثاني هذه الرواية في الحقيقة رواية جميلة جدا ونعم لحما نصلى على محمد وآله محمد السلام اللهم الصلاة اللهم السلام السلام رواية عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه الله سبحانه وتعالى أدب نبيه فأحسن أدبه فالله سبحانه وتعالى هو المربي والمؤدب لرسول الله ورسول الله هو أديب الله وربيب الله سبحانه وتعالى تربى على يديه وتأدب على يديه ومن يتربى ويتأدب على يد الله سبحانه وتعالى ما عساه أن يبلغ من الجمال والكمال والأدب تقول الرواية إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب ما شاء الله فلما أكمل الله سبحانه وتعالى لنبيه الأدب يعني بلغ العلا بكماله بجماله بأدبه إذ أنه إذا كان التأديب على أيدي الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا حد لكماله وجماله ولا غاية ولا مدى لأفق كماله وجماله فعندما يؤدب أحدا ويكمل الأدب له إذن لم يبقى شيء من الأدب ومن الكمال والجمال البشري إلا وهو فيه فهو أعظم مخلوق وأكمل مخلوق وأكرم مخلوق وأجمل مخلوق لله سبحانه وتعالى تقول الرواية أن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال وإنك لعلى خلق عظيم بعد أن أكمل له الأدب أعطاه هذه الشهادة فهذه الشهادة ليست اعتباطية هذه شهادة التخرج للرسول الأكرم حيث أنه قد تربى وتعلم وتأدب على يد الله سبحانه وتعالى فأعطيت له هذه الشهادة وإنك لعلى خلق عظيم ثم بعد أن أعطي الشهادة ثم فوض أو فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بعد أن أهله ورباه وأكمل أدبه أعطاه الشهادة ثم ماذا فوض إليه دين الله فوض إليه أمر الدين والأمة وجعله قائدا للأمة وإماما لها نعم تقول الرواية وإن رسول الله صلى الله عليه وعلا كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق قيادة معصومة قيادة ربانية قيادة إلهية للأمة السؤال هنا السؤال الكبير هنا ما بال الأمة وما بال وضع المسلمين وخلال ثلاثين سنة فقط أو نحن بعد الأوقات نطفر شوي خلال ثلاثين سنة وصل الحكم والزعامة وقيادة الأمة إلى معاوية وبعده إلى يزيد وبعده كما ترون استمر فيه بني مروان بني الحكم بني الحكم بني مروان وغيرهم من العوائل والشخصيات التي هي لا تمتلكوا لا مؤهلا علميا ولا دينيا بل هم من أراضل الخلق ومن أفسق الخلق ما هذا الانحدار الله سبحانه وتعالى لم يسلم أمر الدين وأمر الأمة ليسوس الأمة إلا بعد أن أدب رسول الله وأكمل الأدب له وأعطاه الشهادة بعدين أعطاه هذا الصلاحية ليقود الأمة وبعد ذلك يصبح مثل يزيد معاوية والحكم وغيرهم يصبحون زعماء الأمة وأمراء وأمير تارة هؤلاء يصلون بالغلبة والقهر وإن كان هذا ليس عذر لأن المسلمين لا بد أن يتصدوا لهؤلاء ولا يسمحوا لهم بأن يصلوا أبدا وقد سعى أهل البيت عليهم أبدا الصلاة والسلام لاقتلاع وتطهير الأمة من هؤلاء الأرجاس وقد ضح الإمام الحسين عليه السلام مقبله الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن وباقي الأمة ضحوا في مواجهة هذا الانحراف وتحملوا ضريبة كبيرة من راحتهم من حياتهم من دمائهم ودماء أهل بيتهم وعيالهم وأصحابهم والمنتسبين لهم والمنتمين إلى خطهم قدموا قدموا الكثير في هذا الطريق فكان لابد للأمة أن تقف وقفة مشرفة وقاطعة لجاه هؤلاء المنحرفين وأن لا يسمحوا لهم بأن يصلوا إلى مواقع الخلافة لرسول الله والقيادة بعد رسول الله ماذا حصل للأمة وهنا المشكلة ليس فقط في وصول هؤلاء هؤلاء قد يكونون يصلون بالقهر والقوة والغلبة والسيف ولكن الطامة الكبرى هو أن يخرج من الأمة وخصوصا من علمائها ومن وعاض الصلاطين من يبرر ذلك وأن يبرر ذلك ويعتبر ويعطيه صكا شرعيا ويعتبر مثل معاوية ويزيد أميرا للمؤمنين هنا الطامة الكبرى ثارة بالغلبة وأنت رافض بن قوسين رافضي 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 لهذا لهذا الاستلام هذا الموقع ورافض لهذا المشروع ورافض لهذا الانحدار والانحراف والانقلاب هذه وتقول الأمة ما نستطيع نغير مثلا هذا لا بأس به مستوى من الرب أما أن نشرع لهؤلاء نشرع لهم استلامهم لقيادة الأمة ماذا حصل في المسلمين فنحن بين أمرين لا ثالث لهما يعني التبرير والشرعن لهؤلاء المنحرفين في قيادة الأمة نحن بين خيارين لا ثالث إما أن الله سبحانه وتعالى قد تنازل عن دينه هذه الشرائط التي ذكرناها وقرأنا بعضها في الرواية أهل رسول الله ورباه وأدب وأكمل تأذيب وأعطى شهادة بعدين جعله قائدا للأمة بالإضافة إلى الروايات الكثيرة والآيات في شرائط القيادة والإمامة إما أن الله سبحانه وتعالى قد انتهى مشروعه انتهى الموضوع خلاص يعني بعد رسول الله الذي يترجون اصرفون اصرفوا وما يوجد مشروع إسلامي ولا توجد دين خاتم وكذا لأنه ما لأه معنى دين خاتم ورسالة إسلامية ومشروع إسلامي يأتي في قيادته إنسان فاسق فاجر مجرم ويستلم مواقع القيادة فيه ما لأه معنى فإما أن الله سبحانه وتعالى قد تخلى عن دينه وهذا مقدما نقولها بعد حاشا لله سبحانه وتعالى هذا أتعاب الأنبياء من آدم إلى خاتم كلها بعدين تسلم إلى يزيد معاوية وآل بني مروان وآل زياد وآل كذا وآل كذا وآل كذا إلى آخر سلسلة الفاسدة حاشا لله سبحانه وتعالى ويبقى الخيار الثاني أن المسلمين قد فقدوا إحساسهم وفقدوا وعيهم وقد فقدوا القيمة الحقيقية للإسلام في فكرهم ووجودهم لم يبقى الإسلام ذا قيمة رفيعة في نفوسهم لا كل هذا الخيار وإلا كيف يقبلون بأن يكون مثل معاوية ويزيد أميرا شرعيا أمير شرعي قاهر بالغص بالقاهر بالغلبة ولا نستطيع أن نغير حذرك هذا أنت لم تشرعن له تبقى أنت تقول الدين لا يقبل بذلك وحاشا للدين أن يكون مثل هؤلاء قيادة فيه وإمة فيه هؤلاء أئمة للنار كيف يكون أئمة للدين هؤلاء لا يمتلكون أي مؤهل هذا موقعهم في جهنم كيف يكون أئمة للدين والمسلمين سارة يكون هكذا فهمك وأخرى تقول أنهم أئمة شرعي أمير المسلمين وأمير المؤمنين فإذن هذا يدل على أن الأمة قد فقدت رصيدها الثقافي والفكري تجاه الدين وأصبح الدين لا يمثل أمرا مهما في حياتهم لا تفسير آخر له إما أن فعلن الدين يتغير أو أن المسلمين يتغير بعد ما أكو خيار آخر وحاشا للدين أن يتغير وتحول وأصبح شيء آخر غير اللي نعرفه وغير الذي ضحى لأجله الأنبياء والأئمة وغير الذي أرسلت به الرسول إما أن الدين تغير أو الأمة والمسلمون قد تغيروا ولا مجال إلا أن نختار الخيار الثاني تغيرت الأمة المسخة المسخة تخدرت فقدت رصيدها الفكر والثقافي والروح وهذا ما حس به الإمام الحسين عليه السلام في صدر الإسلام هذا المعنى اللي نقوله قد حس به وأدركه الإمام الحسين في وقت متقدم جدا مو الآن بعد بعد 14 قار الآن بعد ظاهر الإمام الحسين السلام الله عليه يطلع يقول هاي في وين احنا الآن وهي شنون موجود على كل حال فقد تنبه لذلك من ذلك الزمن وجد أن الأمة فقدت البوصلة فقدت رصيدها إرثها النبوي فقدته تماما وإلا كيف يعني تقبل بيزيد وأمثال يزيد ولذلك ثار من أجل أن يهز هذا الضمير ويحيي هذا الضمير ويرجع الأمور إلى نصابها ولكن مع ذلك مع ذلك مع كل ما قدم من تضحيات مع الأسف كثير من أبناء الأمة ما نفعوا إياه لا زالوا يصرون على أن يزيد هو الأمير المؤمنين وهو الحاكم الشرعي هو الإمام الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله ربيب النبوة والإمامة الطاهر ابن الطاهرين سيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله الإمام مع أخيه إن قام وإن قعد هذا خارج عن الدين وخرج على دين جد هكذا عقلية هكذا فكر هكذا فقافة ماذا تعمل معه هذا الذي حصل وإلا الدين سباق على طهارته وعلى صفائه وعلى علو شأنه ولن يتغير ومن أراد أن يلتحق بالدين فليلتحق ومن أراد أن يتخلف فليتخلف فلتتخلف الأمة كلها الركب الإسلامي الصاعد سائر إلى الله سبحانه وتعالى وسائر إلى الدولة الكريمة العزيزة التي ينتشر هداها وعدلها في كل العالم إن عاجلا أم عاجلا فيبقى أهل البيت يبقى الرسول وأهل بيته وعترته الطاهرة هم القيادة الشرعية الوحيدة في مسيرة الإسلام والمسلمين ومن أراد أن يلتحق بهذا الركب فليلتحق وهذا هو الدين الحقيقي هذا هو الإسلام الحقيقي هذا هو المشروع الإلهي هذا الذي جاءت لأجله الأنبياء والرسل ولا غير فمن أراد أن يلتحق به فليلتحق ومن أراد شيئا آخر إسلاما آخر فليكن له وحسابه على ربه أما نحن بحمد الله قد اخترنا أن نكون من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن لا نقبل ولو بمقدار شعره هذا داخل في وجداننا هذا الرفض داخل في وجداننا في عقلنا في فكرنا في عقيدتنا لا يمكن أن نقبل للفاسق والفاجر أن يكون إماما وخائدا للأمة أبدا الإمام والقائد لابد أن يكون رسول لابد أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وآله تربى على رسول الله ويمثل باب علم لمدينة رسول الله قد تغذى العلم والإيمان والتقوى والورع والطهارة على أيد رسول الله فلا يمكن أن يكون قائدا للأمة غير هؤلاء نعم هذه عقيدتنا في القيادة وهذا وهذا المعنى واضح وجلي لمن له ولو أدنى فهم للإسلام والدين لكن تستغرب مع الأسف كيف يقبل البعض غير ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرشد هذه الأمة وأن يهديها وأن ينبهها من هذا الحراف الفكري والعاطفي والروحي الذي حل على الأمة وابعدها وابعدها عن خطها المستقيم عن خط محمد وعلي وآل علي صلى الله عليه وإجمعين هذه المحور الأول المحور الآخر سريعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا هو قائد الأمة وإمامها هو كذلك رمز وحدتها حتى لو خربطين وما عدنا ذاك الواعي وما عدنا ذاك الفكر وما عدنا تلك الاستقامة على خط الرسول ولم مع الأسف نتمكن أن نلتحق بركب الرسول الحقيقي وبالمشروع الإسلامي الحقيقي لا أقل خلينا نبقى على مستوى الشعار نعيش شعاء شعاء نعيش ماذا ذكر محمد صلى الله عليه نعيش أنفاس محمد صلى الله نعيش دعوات العام لا أقل وأن نتوحد على وإن كان في الحقيقة لا مجال للتوحد إلا أن نقترب من خط الرسول صلى الله عليه وأن نتأدب قليلا بآذابه حتى نتمكن أن نتوحد على كل حال على الأمة إن لم تتمكن أن تحسم أمرها على خط أهل البيت عليهما أبدال الصلاة والسلام فلا أقل أن تتوحد الأمة على خطى الإسلام في خطوطه العامة وأن يكف البعض عن تكفير الآخر وأن يمتنع كل طرف عن تكفير الآخر وما يترتب على هذا التكفير من تفجير تكفير مقدمة للتفجير والقتل والذبح في تحت لواء التكفير مع الأساس فلا بد للأمة أن تستوحي من هذه الذكرى معاني معاني الوحدة معاني التراحم معاني التآلف معاني التعايش وأن نبقى في إطار الإسلام لا يكفر بعضنا بعضا لا يقتل بعضنا بعضا أن نسعى لأن نكون صفا واحدا ضد أعدائنا لدينا أعداء كبار لدينا أمريكا وإسرائيل يعني نحن مفاضين بعد حتى نقول خلينا نختلف خلينا نتناحر هل فاضين نحن ما شاء الله عدنا أعداء كبار يستهدفوننا ويسعون لقضاء علينا وسلب خيراتنا وسلب عقيدتنا وسلب ثقافتنا ويحتلال أراضينا فكان ينبغي علينا أن نتوحد يعني إسرائيل ينبغي أن تكون رحمة على هذه الأمة نصافا لو كانت الأمة تمتلك وعيد لتحولت إسرائيل إلى رحمة في هذه الأمة لأنها سوف توحد هذه الأمة ضد إسرائيل وضد اليهود والصهيونية وأمريكا والاستكبار وبالتالي سوف تكون سبب لوحدة الأمة وتكاتفها لكن مع الأسف حتى مثل إسرائيل ما تمكن توحدنا وها هي أمريكا وغيرها تحتل بلداننا وتنهب خيراتنا ولا من كلمة لتوحيد الأمة وضرورة تجنب التكثير وتجنب نعم الإساءة لبعضنا البعض على كل حال الأمة في وضع لا تحسد عليه وسائل التغيير محدودة ولكن علينا أن نعيش أن نعيش الوعي لا أقل فيما بيننا وأن يكون كل واحد منا يعيش هذا الفهم وهذا الوعي ويسعى لإيصاله لمن يستطيع أن نعيش الوعي بالإسلام عقيدة وانتماء وشعار وأهداف إسلامية كبرى وأن لا نقبل أن نكون سببا لنزاع أو فتنة في هذه الأمة أن نكون سببا لإراقة دم حرام في هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وآله لا يقبل بذلك أبدا وصاياه كلها تصب في ضرورة الوحدة ضرورة التآلف ضرورة التراحم بين أبناء هذه الأمة ندعو الله سبحانه وتعالى ببركة هذا المولد الشريف أن يفرج عن هذه الأمة ويرفع هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن يرحم شهداءنا ويفرج عن معتقلينا ويشافي جرحانا وأن ينصر شعبنا هذا الشعب المضحي المجاهد الصامد المقاوم العزيز الكريم أن ينصره وأن يعيش في هذا البلد الطيب تحت لواء الإسلام وفي ظلال ولاية أهل البيت والعزة والكرامة والرفعة لهذا الشعب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل الطاهرين نشكر سماحة السيد مجيد المشعل على كلمته القيمة وصلنا للفقرة الأخيرة بدنا إعلانات وتكريم أو تكريمات أولا تعلن اللجنة الثقافية في المأتم عن إقامة موسم المصطفى والذي سيبدأ ليلة الجمعة القادمة بنزلون إعلان إن شاء الله الإعلان الثاني لجنة المشاريع في المأتم تعلن لجنة المشاريع في المأتم أو لجنة بناء المأتم الجديد عن عودة صدقة الأمتار المربعة في الأيام القادمة واستكمال الأقصات والبيع وسوف تصدر قريبا كوبونات للمساهمة فمن يريد الاستفسار أو التعاون مع اللجنة في الترويج والبيع التواصل مع رئيس اللجنة السيد جعفر السيد تقي أو السيد جاسم السيد عبدالأمين يتفضل رئيس المأتم بتكريم سماحة السيد صلى على محمد وآل محمد شكراً نكرم بعد المشاركين في هذا الاحتفال السيد حسين سيد مرتضى صلى على محمد وآله محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد السيد رضا السيد أمين عدنا بعد إدارة المأتم تكرم إدارة المأتم السابقة السيد عطية السيد قاسم صلى على محمد وآله محمد طبعا نتقدم الإدارة السابقة بالشكر الجزيل على ما بذلته من جهود ونسأل الله لهم التوفيق وجزاكم الله خير ونسأل الله التوفيق للإدارة الحالية السيد موسى السيد نعمة السيد جعفر السيد نعمة السيد ميثم السيد علي دار الخال عنده شعبية ضخمة الصلوات شي مميزة كميل الحاجة عبد الكريم ميرزا يوسف عيسى آخر شي قد نسحب له على الأرقام آخر رقمين بس موسيقى موسيقى موسيقى